هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قداسة البابا تودرس أثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيام المجيدة الذي يحل يوم الأحد المقبل وخلال اتصال هاتفي أعرب شيخ الأزهر عن خلص أمنيته الطيبة للبابا تودرس ولجميع أبناء الكنيسة القبطية وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتأخي بين أبناء الوطن ترجمة نانسي قنقر